فدي بيانت ان لو شفت المباراة اللي لعب فيها رودا سليم دي كرة اللي بتقول عليها اه بالزبط هي دي كرة من اولها طبعا ممكن نجابها تانية يعني اه يعني من الاول كده بص السنس بتاع بص سرو باص ده سنس لعيب كبير يعني الكرة عرف انت اللي بيقول لك روح يعني هو اداله باص بيقول لك روح يعمل بص درب اثنين في باص واحد فدي امكانات لعيب كبير وكمان الكرة ما بيعدتش عن طهر محمد طهر فدي بيان كواليتي لعيب كبير قوي ولعيب عنده شخصية فده شايف انه ده افضل مركز يلعب فيه انا عايز نعيد الكرة تانية وبص على مودست عايز اقول لكم حاجة دي من دول الحالات اللي انا هتكلم اه من دول الحالات اقول لك انا كنت عايز اقول اي طبعا دي اول حالة كنت اجابها المودست بص مودست ان هو في اللقطة دي الكام لعيب وقف مع مودست دي لقطة دي هتكبان كتير جدا يعني فيه كام لقطة هتبان كده ان مودست فيه اتنين لعيبة دايما معاه تمركز مودست نموذجي المهاجم رقم تسعة يعني تمركز مودست احنا لو كملنا اللقطة دي هنلاقي ان مودست لدي دور كبير جدا في الني برسة ويجيب الهدف كرة لعبة لطهر بص المدافع اناك اللي هيتخش يضم عشان على مودست بص فيه اتنين بقى فيه واحد بيقابل عشان بتروحش المودست وفيه مدافع قابل برسة ويجيب جون يعني طبعا فيه دور مهم جدا في النفضة مساحة الانظار كلها عليه بس انا اللي انا خدت بالي منه لانه كان ليه محاولة انه يقف الكورب انا هنا اللي عايزة ده توقعي او رأيي الشخص يعني وجهت نظري في القصة انه مودست ما وصلتش لمرحلة التفاهم والانسجام الكبيرة مع لعبة النادي الاهلي مهاجم تاني وافكركم بكرة زي دي كنت بتتعامل كتير جدا اللي فات بالذات مع محمد شريف وكان شريف في الحتة دي دايما لما جناح الاهلي بيوصل للخط بالكرة بيسيب المدافعين يروحوا على الجون يبقوا اقرب لخط المرمة وياخد خطوتين لورا فيبقى هو واقف لوحده مستني كرة جيله لمسة واحدة كرة في الشبكة بوشه مش بضهره وارد جدا وارد جدا يكون كان متوقع العرضية من طواح بس بس انا ممكن من الوقت جيب الجندة تانية يا احمد اعز اريك حاجة انت بتكلم معنا فعلا بخصوص الموضوع ده بس يعني لانه خد بالك هو حاول هو ما يعرفش انه كي حد جام او مش شايف برسيتاو لو جمع الهدف تاني هيبان حاجة مهيلة بس هنا البس تعمل موديس توقف مستني بس الاسبرينترا يفتوح موديس دوائتي حالا عشان البس تعمل مفضو هنا بقى طهر لازم البس موديس تجاب جول موديس لما طاهر عشان هنا بقى التفاهم انت بتقول عليه فعلا ممكن طاهر لما استلم الكرة موديس راح راجع ورا عشان خلاص طاهر بتقفلت عليه البس لو معلش ممكن نجيب اللقطة بتاعت بس والكرة مع طاهر بس على فكرة هنا برضو تحرك طاهر يحصل لا لا جدا جدا هنا باست باست لموديس تجول لا انا عايز الكدر ده فكس كده لانه الكدر ده فيه تلت تلت لعيبة في النادي الاهلي اتحركوا بمنتهى الزكاة بالزبط طاهر محمد طاهر انه قطع بين قل بين الدفاع وتوقع انه رضا يحطها الى الزكتة دي وضربت الزكيم وانتوني موديس انه سحب قل بين الدفاع ودخل بينهم جوا منطلت الجزاء وبرسي تاوي اللي هيجي من الخارب عشان انه توقع فجأة دي جملة تعملت كثير هنا تحت رجل طاهر تتبصمة وانططش جون لطاهر لموديس لو موديس لو موديس انما بص طاهر بها هكمل كده هاي استلم الكرة المدافع قفل بص مدافع اللي هيقفة الباص غاصة التالي موديس يرجع تاني بس الباص هنا كان موديس عايز استلم زي ما بلال بيقول استلم بشماله يعني الكرة دي محمد شريف يعملها فعلا ويلف بيمينه حطها هي ما جاتلوش فبرس تاوي طبعا يعني في لحظة وانت بتجري على الجول كل المدافعين هنا طبيعي جدا اتجاههم ناحية يعني خط المرمى خط مصبوط فوقفة المهاجم هنا بتديله مساحة ويستقبل ويوقف الكرة كمان وبعد كاية يحطها في الجول طيب أنا بشوف ان موديس تلي دور كبير جدا طاهر يحسب لي التحرك جدا في الكرة دي بيرسي تاوي زكاءه ايضا والحقيقة بيرسي تاوي اكتر حاجة بتميزه ناس كتير جدا بتشوف حتة المهارة انا الحقيقة يعني المهارة لسه ما جاتش معايا قوي مع ابتاوي لكن هو زكي جدا جدا في التحرك ونسبة الفعالية عنده في اللمسة الأخيرة ما شاء الله عالية جدا عايزين نقول ان فيه لا مركزية في الجندا اللي انت تتكلم بمناسبة ريدا سليم لما بقول ليه بقولك ممكن يلعب تمانية ناحية شمال شايف ان طاهر وريدا سليم عملوا هنا روتيشن المفروض ان ريدا سليم لما نزل الملعب كان نازل يفودي يلعب هو طاهر نزل مكان امام عشور بلعب رقم تمانية ده عفك مركز جديد جدا وطاهر قدم مباراة كبيرة وحتى كولر اشهد به قالك ده افضل مركز لطاهر انا شفت ان هو لعب فيه وشايف ان هنا في معرضة سليم عمل روتيشن قد سليم بقى في رقم تمانية وطاهر بقى هو الجناح اللي قدر يخترك ما بين الاتنين المدافعين وقدر يعمل هو لا مركزية عموما بلال واحدة من سمات مارسل كولر يعني اوقات كتير جدا متشوف لعيبة فموجودة في حتة من الملعب مش طبيعة انها تبقى موجودة فيها او طبيعة الدور اللي هو مطلوب منهم الشكل التقريدي اللي الجمهور عارفوا يعني هاني مثلا دايما على الخط ما بتشوفش هاني جوه في قلب الملعب لأ هاني مع كولر بيدخل كتير في قلب الملعب حسين ممكن يسقط حد من نص ملعب زي ديانج تلاقيه قدام جوه البوكس بتحصل كتير جدا وفي القلب وهاني طايل من علي فالمركزية واحدة من حاجات الحقيقة اللي بيوجدها كولر في تحريك أوراق هو الملعب معلها محمد عبد المنعم في الرجاء في مباراة الزهاية باخر خمس دقايق كان بيلعب داخل منطقة جزائي الرجاء ونجح انه هو يحرز هدف مهم جدا طيب عشان احنا عندنا حاجات كتير تعال نروح لحالات أحمد احنا شفنا حالة بتاعت مودست كامل حالات مودست هنا طبعا هذا الجول الأول بتاع حسين الشحات الهدف الثاني ده السرول العالمي بتاع كوكا طبعا بص التمركز مودست عجبني قوي كوكا في المطش قوي لا 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 يعني يعني رد ناس كتير انا هكلم معاكم بمنتهى الصراحة في ناس كتير جدا كانت بتسأل ليه كوك ليه كوك يعني عندك دكة برة وعندك أسماء ليه كوكا في البداية ليه كوكا في البداية كوكا في المطش ده رد على كل الناس وقعت لك انا هقول ليه أصلا ليه مش كوكا في المطش ده ليه كوكا أصلا كولر بدأ بيه أول مباراة في الدوري يعني هنجيب سروباس هربطه بالسروباس ده في المباراة المقاولين الرجل يا جماعة بيشوف في التمرين وبيشوف في اللعيبة أكتر بكتير انت بتشوفه مرة في الأسبوع الرجل ده بيشوفه كل يوم فبيشوف في حاجات انت وارد جدا ما تشوفاش في التسعين ديها وسيقة كولر ابدا مش هتروح للعيب إلا ما يكون في مكانها أنا بس نرجع بس الكابر اللي عايز بس تمركز مودست في صرف اللقطة بصت مودست هنا كان برضو البصت معاك كام اتنين مدفعين تمركز مودست في رقم تسعة اللعبة دي طبعا جريت الشحات دي وبصته لكوكا الشحات هتحرك بص الكوكا هي النظرة طبعا مع السنسي الكبير من كوكا والقرار والشخصية لعب كبير لها شخصية لعب كبير نكمل حالة بعدها بص مودست هيعمل ايه بص مودست هنكمل بص مودست بدأ يرجع بظاهره يروح مكان يعني الصورة دي هيحصل فيها روتاشن حسين الشحات هيبقى هو المهاجم مكان مودست ومودست هيروح لمكان حسين الشحات ففضم صحة كبيرة جدا في المكان الفاضي ده ان يتعمل فيه بص أنا مختلف معاك في الكرة دي أنا بيتهيال يعني تمركز مودست في الكرة دي ما يعجميش الكرة هاجمة للنادي الاهلي مفترض انه يكمل لو مودست تكمل لو مودست ممكن انت بنرجع طيب اه ورد جدا الكرة دي تتصد لو محتاجة حد ياخد لو مودست مثل الحالة قبلها لو مودست هنا الحالة قبلها اه لا لا مش دي مودست اول حالة خالص هي دي اول حالة مودست لو اتحرك لقدام على ان السرود هيتلعب له تمام ايه اللي هيحصل هيتقفل اتنين مدافعين هيجروا مع مودست البص مش تلعب لكن مودست لما بدأ يفتح المساحة وتحرك حسين الشحات يدخل هو المواجب ودي مش جملة مش اول مرة تحصل الجملة دي بتحصل تلين معنات الاهل دايما المهاجم الواهمي اللي هو كلر بيحاول دايما زي ما قلت اللامة الكازية باعتمد على ان اللعبة دايما المهاجم يخرج لبرة واللعب الجناح يدخل لجوه هو دايما دي من اهم مميازات المهاجم السندوق طيب هو طبعا فيه سوق تغطية جبير جدا من خطة فعل اسماعيل طبعا نروح للحالة اللي بعدها نكمل حالة بعدها يلا صح صح معناه بلاد طبعا بص هنا موديست خلاص بقى هو الجناح كامل حالة بعدها اللي حسين الشتاحات خلاص الجول ده خلاص خلاص كامل اه يعلم وفنش نموذج طبعا نموذجي هنا ده طبعا احنا شرحنا لجندا لو قلنا انه هذا في التالت تعبير ستاوي بص موديست كان واقف فين ما بين اتنين من ده فين احنا شرحناها برضو شرحناها دي نروح لللي بعدها هنا التحرك اللي احنا اتكلمنا وقلنا انه طاهر انه طاهر لو كان لعب الباص اه نمشي الحدي اللي احنا شوفنا البول بقى فعلا حالات كوكا سريعا ابتالي كمان كوكا بلل معنويا بعد انضمامه المنتخب في جرعة معنوية قوية جدا لا يعني احمد نبيل كوكا احنا اتكلمنا عن بداية الدوري في مباراة المصري لما قرر مارسل كورا انه يعتمد عليه بعد خسارة السوبر الافريقي وقلنا ان كوكا عائد من المنتخب الولمبي اصلا بمعنويات عالية خسران فاينال مشارك في كل المباريات تم اختياره في التشكيل الامسل للبطولة لعب عنده ثقة من وهو لعب صغير يعني اللي يعرف احمد نبيل كوكا من وعن 13 او 14 سنة هي دي سمات الشخصية بتاعته على فكرة يعني ما بتكلمش كتير حتى عنده شخصية في الملعب برا الملعب ولكن لعب داخل الملعب عنده قرار وصاحب شخصية كبيرة جدا ولعب اشوال بيلعب وسط الملعب فانت دايما عارف ان اللعب الاشوال دايما بيبقى انا من حلاوته والله يعني من حلاوته قلت قلت هو طبعا يعني بالنسبة لي في مظهر اول كان بيلعب بك شمال مع الاهلي اول ظهور لي مع الفلسطين ما كانش مكنع اوي بالنسبة لي لكن انا من حلاوته وانه يعني حسيت انه ابتدى يستوي كده قلت الكواليتي دي ليه ما تكونش موجودة مع معلول في الانت عندك زحمة وردي في نص الملعب فالكواليتي دي ليه ما استخدماش مع معلول ومعلول هيبقى عليه ضغط كبير جدا السيزن دا لا هو بعد ما تصعد اصلا كوكا يعني وشارك زي ما انت بتقولي احمد في مركز الظاهير الايصر وانا كنت بتكمل معاه هو لسه متصعد قال لي لا انا في نص الملعب حاجة تانية واتفرج عليه مع المنتخب هو حابب قال لي لا هو وسط الملعب قال لي انا بالنسبة لي نص الملعب انا حاجة تانية في نص الملعب وفعلا مع الايام كوكا قدر انه ينتزع حاليا هو كوكا حاليا تحاول تقنعه كده يعني اه تعمل ايه ناحية شمال لا هو على فكرة كريمية دي بيس الراجل معطنع بي جدا لا مش بسك ده هنا انا يعني ما سألتش اي حد اشتغل مع كريمية دي بيس منتخبات او اهلي في سن صغير اللي لما كل الناس بتقولك الولاد دواعد جدا جدا محتاج صبر شوية احنا عم يمكن اناعمل واحد من الانترفيوات دي رسالة الجمهور الاهلي بالمناسبة احنا راحين على الصعب احنا كلنا داخلين على الصعب سواء في الدول الافريقي او في الكاس العالم او في الشامبيونز ليج تتكلم في ستين يوم هي الاصعب في المسم كل لعيبة الاهلي اللي بتظهر لأول مرة في المسم ده او صفقات الاهلي الجديدة اللي بتظهر في المسم ده او لعيبة اللي غابت عنها المسم اللي فات بسبب الاصابة ورجع من بعيد جدا المسم ده التلاتة دول محتاجين دعم كبير جدا جدا بالاسم بالاسم كل مناسبة الاهلي هيحضارها او الجماهير الاهلي هتحضارها في الملعب مع النادي في مطشاطه اتمنى ان الاسماء دي كلها ما تغيبش بدعم مباشر وواضح وصريح انا متأكد انه هيكون له تأثير كبير جدا على الاهلي انا هدخل معاكم بسينبا لانه عندنا حاجات كتير فخلينا نروح لسينبا وابدأ مع بلال اللعيبة الدولية في سينبا تنزانيا طبعا الكرة في تنزانيا زي بقيت لكم التوارد بشكل كبير جدا وخلينا نشوف انفو كده عن سينبا تنزانيا